بسم الله الرحمن الرحيم وفيها الشفاء تعالوا نزور بيد الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء نفق نلكبوس وناخد دروس ترق النفوس مع المصطفى مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي وأسأل الله جل في علا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجبعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء صلى الله عليه وآله وسلم أخوي وحبيبي استشعر معي المعنى الجميل دوت أدين دخلين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وبكل رحمة بكل أدب وبكل سكينة ولو سألتوني هل لك أمنية النهاردة؟ أمنية الوحيدة النهاردة؟ أمنية الجميلة لله دي بتمنى أن كل يوم أي يوم ثلاثة عشان نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء صلى الله عليه وآله وسلم اوعى تنسى التأشير أو أنت داخل تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا زي المرة اللي فاتت لقينا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع بعض الصحابة وبيعلمهم أصول الحب الحلال وإزاي بعيدوا عن الحب الحرام وإزاي أنهم يعيشوا الحب الحلال ويستمتعوا به فالنبي بيقول لهم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أول حاجة وأهم حاجة وأغلى حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن وحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولديه ومن الناس أجمعين وبيقول لهم صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان عشان كده تعالوا نعيش النهاردة مع الجزء الثاني والأخير من فتنة الحب وبنستأذم من الكلام عن العقد نستكمل إن شاء الله حديثنا عن العقد وأسئلة العقدين ويعني الحديث عن العقد والزواج والنكاح كيف يتم بصورة شرعية جميلة ده اللي هنتعايش معاه إن شاء الله من الحلقة القادمة أسأل الله جل فيه علا أن يزوج كل بنات المسلمين وأن يعفى كل الشباب المسلمين إنه وليه ذلك والقادر عليه تكلمنا المرة اللي فاتت عن فتنة الحب وتكلمنا بهذه المناسبة عن عيد الحب الفالمتين دي وإنت عارفين طبعا إن فيه يعني بكل أسف عدد كبير جدا من المسلمين وأعين في المشكلة ديت إن أي عيد تحت أي مسمى بيحتفلوا بيه أو أي عيد يطرق على الناس لأن الناس مسكينة طعبانة أو مشغولة ومخنوقة من رتم الحياة السريعة الصعب المادي اللي خلى ناس كتير عايشة في قلق نفسي فأي عيد بيفرحوا بيه خلاص حتى لو كان عيد ما هواش من أعياد المسلمين والقص إن إحنا لا نحتفل إلا بأعيادنا إحنا كمسلمين وتكلمنا عن حكم الشرع في الفالنتين دي أو في عيد الحب وإحنا قلنا جماعة إن فيه كتير عن طريق الخطأ هو مش قصده لكن هو عايز حد بس يوجهه يعني أنا أفكر مرة في سنة من السنين كده من أكتر من حوالي 3-4 سنين فجئت في يوم رأس السنة لقيت أخت فاضلة بتتصل بي سلام عليكم ازيك شيخ محمود بتقول الله ليس سلمك ربنا يحفظك فبتقول لي لقيتها مرة واحدة كده بتقول لي Happy New Year فقلت لي الحمد لله خفت وتلت من المستشفى يعني طبعا هرد عليها قلت لي فالمسألة إن كتير من المسلمين نفسهم بس حد يوجههم صح تعالوا النهاردة بقى نستكمل موضوع ونشوف إيه أسباب الوقوع في الحب ولا أشكى الحرام وكيف ننجي وكيف يعني نعالج هذه المسألة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول حاجة من أسباب الوقوع في الحب المحرم يقينا هو البعد عن الله وخلو القلب من محبة الله الإنسان يا جماعة القلب ده خلق عشان نحب بي ربنا عشان نعبد بي ربنا قلت لكم المرة اللي فاتت لو إن إنسان تحطه قدامه طبق شربة فمسكوا المعلقة باسم الله ولا حطت في عينيه عينيها تضيع لو حطت في ودانه ودانه هتتأها يعني برضو هتضيع إنما الأصل من الشربة دي تتشرب عن طريق الفم كذلك القلب ربنا خلق هذا القلب وقال لك يا مسلم القلب ده أنا خلقته جواك لكن إنت لا تملك من أمر شيء قلوبه لعباد بين أصبعين من أصاب الرحمن يقلبها كيف يشاء أنا خلقت قلبك ده عشان تحبني بيه وعشان تعودني بيه وعشان تحب اللي أنا بحبه والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه اللهم إني أسالك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك القلب ده لازم نعرف نحب بيه ربنا لازم نستعمله في الخوف والرجاء والثقة والإنابة والتوبة والتوكل واليقين والإخبات والخضوع والرضى والانكسار المعاني الجميلة والعبادات القلبية اللي كتير مننا أهملها وظن إن العبادة فقط صلاة وصيام وزكاة وحج فقط لا ده فيه عبادات قلبية عظيمة جدا جدا محتاجين أن احنا نعرفها ونتعايش معها عشان كده بقول لحضرتك أن من أسباب الوقوع في الحب المحرم القلب فاضي فاضي من محبة ربنا أو في بعض يعني فتات من هذه المحبة العظيمة واتمالى القلب بغير محبة الله سبحانه وتعالى فلما القلب أصبح فارغ من محبة ربنا أصبح سهل جدا يقع فريسة للحب المحرم ولا يشكل المحرم عشان كده بقول لحبيبي اللي بحبهم في الله وبتقرب لربنا بحبهم بقول حبيبي في الله يعني عايزين نتعامل مع ربنا من مراد الله منا وليس من مرادنا نحن من الله مراد الله منا إن احنا نكون عباد لله سواء ربنا أعطانا أو منعنا أو أعطانا الصحة أو ابتلانا بالمرض رزقانا بالزوج أو بالزوجة أو حرمنا أو أعطانا الأولاد أو حرمنا في النهاية لازم يكون عبدا لله مراد أنا من الله أنا عايز أعيش أحسن حياة عايز أبقى غني عايز أكون معايا زوجة جميلة جدا ومثقفة جدا وعلى أعلى مستوى وتكون ستيجل وتكون وتكون وعايز أكون عندي ما شاء الله أولاد وبنات وجمال كلهم وحلوين ما شاء الله عايز أكون عندي فيلا واثنين وتلاتة وشاليه واثنين وتلاتة عايز أكون عندي فلوس كثيرة جدا عايز أكون عندي ثلاثة أربع عربيات عايز عايز لكن مراد ربنا مننا أنه ربنا سبحانه وتعالى يريد منك أن تكون عبدا لله وما خلقت الجنة والإن سائلا ليعبدون لو قلب اتملى بمحبة ربنا يقينا لا يمكن أعمل حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى وإحنا لما تكلمنا يا جماعة عن أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى اللهم منك على بال دائما اللهم ذكرنا بك فلا ننساك ابدا ان انت عملك ما بتنسى ربك سبحانه تعالى يوم ما هتروح تعقد علاقة محرمة مع بنتي في الجامعة او في الشغل او جرتك او في اي مكان هتقول لا يمكن اعمل كده لان ربي حبيبي حرم علي العلاقة المحرمة ديت ولان انا كمان عارف ان الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان زي ما روح احب البنت ديت اكيب برضو واحد ممكن يحب اختي او زوجتي او بنتي يبقى حرام ان انا اختي اقبل علي هذه الخطوة بأول حاجة من اسباب الوقوع في الحب المحرم البعد عن الله واخلوق القلب من محبة الله تاني سبب في عجالة السريعة طبعا علشان يعني وقت الحلقة لا يسمح التربية الخاطئة بالله عليكم يا جماعة بالله عليكم ابائنا امهاتنا الناس الافاضر اللي بيلحبهم في الله وامل الكبير في الله ان الاباء والامهات فعلا يهتموا بتربية اولادهم تربية على نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم يا أباء يا أمهات يا أيها الذين أمنوا يا مؤمنين اللي اتملأ ألبكم بالإيمان والحب لله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وما من رعن استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة يا الله يغش رعيته إزاي يخلي ولاده يعيش في الحرام يخلي ولاده يبص على الحرام يخلي ولاده يروح أماكن حرام ما يمرمش لا بصلاة ولا بحجاب ولا ببر والدين ولا قرية القرآن ولا ذكر لله يبعدهم تماما عن مصادر النور ويقربهم مصادر الظلمة ويبعدهم عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى يبقى غش رعيته وضيع رعيته وهيتعلقه في رأبته يوم الإيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم حقيقة كان من أشد الأشياء والله الذي لا إله غيره اللي عرفت إنها بتكون سبب في وقوع البنت بالذات في الحب المحرم إنها ما لقيتش الحب في بيتها ما شافتش طعم الحب من أم والأب ما كانش في حوار بينها وبين أبوها وأمها ما كانش في مساحة حب وتفاهم بينها وبين أبوها وأمها وأخوتها يا جماعة الخير يا حبايب قلبي شبع ولادكم حب خذ ولادك في حضنك خذ بناتك في حضنك خذ ولادك وبناتك في حضنك حبيبيهم في طاعة ربنا خليهم يحسوا بطعم الحب وطعم الحنان علشان ما يدوروش على البديل المحرم البنت لو ما لقيتش الحب من أبوها ومن أمها بكل أسف بتروح تلجأ إنها تلتمس كلمة حب من شاب زميلها في الجامعة أو جرها أو زميلها في أي مكان هيزم بالله أو إنها على الأقل لو ما عرفتش حتى شاب بتروح تدور على بنت ممكن تكون البنت دي أخلاقها سيئة وبكل أسف بتضيعها بسبب إنها ما لقيتش الحب دوت في بيتها عشان كده بنقول التربية الخاطئة من أسباب بل من أهم الأسباب في الوقوع في الحب المحرم يا جماعة شبعوا ولادكم حب واحفظوا الكلمة دي ولو ما طلعتش النهاردة إلا بالكلمة دي كانت كفاية شبعوا ولادكم حب ربنا يا حفظكم ما تخلوش حياتنا كلها أوامر ونواهي يا بنت اعملي أو ما تعمليش يا ولد اعمل وما تعملش يا فلان يا ما تبقاش الحياة كلها أوامر لأن الأولاد بيكرهوا كلمة أوامر ولكن خلوها علاقة حب يا بنت يا حبيبتي أنا خايف عليك وبحبك يا ريت تعملي كذا عشان نفس ربنا يجمعني وأنا وانت وأبوك وأخواتك نفس ربنا يجمعنا في الجنة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء إذن محتاجين أن احنا ربنا يجمعنا في الجنة احنا وأزواجنا وأولادنا ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة رقم ثلاثة من أسباب الوقوع في الحب المحرم التبرج ودي مشكلة كبيرة قوي قوي بنحاول نعارجها من سنوات طويلة قوي عمر ما كان حد يتخيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن في مسلمة ممكن تكون متبرجة ولذلك ارجعوا يا جماعة لسنة النبي إيه رسلت النبي صلى الله عليه وسلم عمركم هتلاقوا النبي كان بيكلم واحدة وبقولها أنت متبرجة ليه لأن ما كانش فيه ولا واحدة متبرجة أبداً وما كانش يخطر على قلب بشر إن مسلمة تبقى متبرجة ولذلك لما حب النبي يذكر المتبرجات ذكرهم في النومة لا يمكن يكونوا في عهده أبداً حديث رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال صنفان خدوا بالكو من أهل النار لم أرهما قال دول مش هيكونوا موجودين في عهده أبداً كان منهم أو منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة البخت الجبل كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا سبحان الله امرأة في عهد النبع السلام راحت تشتري ذهب من واحد من يهود بني قينقاع ويهود بني قينقاع كانوا مشهولين جداً بتجارة الذهب واحد يهودي طلب منها لأنها تكشفوا الشهر فقط فرفضت ساومها مرة واثنين وثلاثة رفضت بحيلة ما كرة ربط طرف التوب من وراء بطرف التوب من فوق يعني طرف التوب من تحت كده بطرفه من فوق فجت تقوم فرجليها انكشفت فصرخت شفها مسلم غيور ورح داخل على اليهودي اللي عمل كده ورح أكله رحوا اليهودي اكتاموا على المسلم أتلوه رح النبي مقوم غزوة كاملة غزوة بني قينقاع وأجلى يهود بني قينقاع من المدينة ملكوا الشهود في المدينة لا يمكن تعودوا بعد ما تسببتم في انتوا عريتم رجل مسلمة تخيلوا نهاردة كام مسلمة بتقول لبيوت الازجائي اليهودية سامعنا وقطعنا الفتحة من قدام السنة دي نفتح من قدام الفتحة المراضي من وراء الفتحة السنة اللي جاية تكون من كل ناحية يعني وخبار حضرات يعني فتحات استيريو يعني ربنا عافينا عافيك إذن المسلمة لما تسمع قول المولى عز جل يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يضين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أي عرفنا فلا يؤذين الله شوف أديه شوف لما تسمع قول المولى عز جل فهذه الآية وما تسمعش وما تلتفتش لهذا الكلام ولا تنفذ وتسمع قول بيوت الأزياء اليهودية الفتحة السنة دي كذا الموديل السنة دي كذا أزياء الربع كذا أزياء الخريف أزياء الشتاء أزياء الصيف وتسمع وتقول سمعنا وطعنا مشكلة كبيرة جدا لعشان كده بنقول أن من أعظم أسباب الوقوع في الحب المحرم التبرج تعالوا نكمل أسباب ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم بعض الفاصل أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وتعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا فتعالوا نتكلم عن بقية أسباب الوقوع في الحب المحرم لكن قبل ما نبدأ عايزين ننوه إن شاء الله نحن في انتظار الاسميس واتصالتكم في آخر عشر دقائق في البرنامج إن شاء الله وربنا يجبع لأياكم على الخير دائما رقم أربعة من أسباب الوقوع في الحب المحرم الاختلاط في الجامعة والعمل بكل أسف تلاقي في جامعات كتير جدا الولد قاعد جنب البنت بكل أسف وممكن البنت تروح تستأذن باباها لا دادي زي ما بيقولوا تروح تستأذنوا في إن صاحبها أو زميلها يجي يزاكر معها والأب طبعا رجل ما شاء الله جنتل وراجل لارج وبعضهم بيبقى ثلاثة إكس لارج فبقال لها مفيش مشكلة يا بنتي تعالي وهاتي صاحبك وقعوضوا زاكروا ربنا قويكم ويعينكم يا رب العالمين أذكر موقف طريف كده كان حصل وإحنا في أمريكا فشاب واحد رجل مصري يعني جاي بيحكي لنا يعني كانت مشكلة حصلت معاها بينه وبين بنته بنته في السنوية العامة هناك في أمريكا يعني بيما يوازي السنوية العامة وبعدين طبعا نكت الدنيا مفتوحة الآخر فرحت جاي باله ولد مش مسلم ولد اسمه جورجو جاي يزاكر معها في البيت فالأب بحاملته كمسلم قال لما ينفعش يا بنتي إزاي يجي يوعد يزاكر معاك قالت له أنت لازم تكون لارج يا داديو وتضبط المسألة يعني عشان ديه مزاكر واحنا بنزاكر مع بعضه دا صاحبه زميلي فاعترض الرجل فراحت البنت ضربة 9-1-1-9-11 جابت له البوليس البوليس سحبوا على الاسم على إشبت الشرطة وقعدوا يضربوا فيه بهدروا فيه لمدة أسبوع كامل وبعد كده خرجوا قالوا له هيا خلاص الحمد لله يعني دماغك تغسرت قالوا الحمد لله حصل لغسيل مخ خلاص يعني يا بنتي ما فيش أي مشكلة خالص وتفضلي وهاتي الأخ جورج أخ يعني دا يعني وزاكر معه براحتك المهم شويتين ورح مدبر لها كده ما كيدة كده شوية قالوا لها عايزين ننزل في مصر كده نتفسح عند عمك شوية بيقول بمجرد ما نزلتها مطار القاهرة لم أتى مالك نفس نزلت ضرب فيها عشان أشوف بقى اللي عملته فيها بسبب 9-1-1-8 والأسبوع اللي قضتوني في الاسم وبعدين بقى بدأت تأدب فيها في مصر أقول لها كباية شاي لو سمحتت تجيب لكم باية الشاي أو لها اتأخرت نص دقيقة ويروح ضربها مش عارف تعققهاتي كذا تتأخر شوية قال لحد ما قلت لها نرجع ونقاش باحترامنا ولا لسه هنضرب برضو 9-1-1 المهم بقال الحمد لله تابت وعادت إلى الله صحانه وتعالى فشهت في الموضوع إن الاختلاط والاحتكاك بين البنت وبين الشاب في الجامعات وفي السنوية وفي العمل كل هذه الأسباب يا جماعة اللي بيتخلي البنت عيزا بالله بتفقد أشياء كثيرة جدا قلع تحسبوا إن ده تزمت يعني سيدة فاطمة رضي الله عنه لما سألها النبي عسلام وإن كان في الحديث مقال لما سألها ما أفضل شيء للمرأة يا فاطمة قالت ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال فعلا المرأة لما بتتعود لاحتكاك بالرجال بكل أسف بشيء يعني واحدة واحدة بيبتدي حيائها أو جرئتها على الرجال بتبدأها تكتر والحقاء بيبتدي ينسحب بين تحت رجالها واحدة واحدة يازم بله ربنا عافينا عافيكم عشان كده أفضل حاجة للمرأة ما يكونش فيه احتكاج جامد أو بفيش احتكاج أصلا بينها وبين الرجال يعني إلا للضرورة وفي حدود الأدب وفي حدود الاحتشام وفي حدود الدين بفضل الله سبحانه وتعالى رقم خمسة حبيب من أسباب الوقوع في الحب المحرم أصدقاء السوق وده معروب طبعا سبب عظيم جدا وسبب صعب جدا يعني أن فعلا أصدقاء السوق الصاحب ساحب الصاحب بيجر صاحبه للمهالك تلاقي الولد قاعد جنب زبينه سواء في السنوية أو في الجامعة أو في الشغل ويبتدي يقعد يحكي له عن علاقاته وعن مغامراته العاطفية وفي المقابل تلاقي برضو البنت قاعدة جنب البنت طبعا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى قاعدة تحكي لها عن مغامراتها العاطفية وتورلها صورة الولد بتاعها أذكر مرة كنت يبدي درس زمان في إحدى المناطق الشعبية وبعد ما ديت الدرس في المسجد وأنا خارج فالشاب اللي كان بيدعوني لهذا الدرس بيقول لي أنا عايز أوريك منظر عجيب جدا شايف المدرسة اللي هناك دي تقول طلو آه قال لي دي مدرسة سنو صنايع طلو أيوة قال لي يوم السبت اللي فات كان فيها مشكلة عجيبة جدا بنت كانت والمدرسة مختلطة بين الشباب وبين البنات بنت حصل علاقة عاطفية بينها وبين ولد فالبنت التانية راحت خدت منها الولد ده فالبنت جت لها تاني يوم عايز أبالله معها سلاح سكينة تخيلوا والتانية جاب لها سكينة ودخلوا ضربوا بعض فرقتين ضد بعض وعوروا بعض علشان اللي قال البنت دي خدت الولد بتاع البنت دي وكانت مصيبة كبيرة جدا بسبب إيه بسبب التربية الخاطئة وبسبب عدم وجود الوازع الديني وبسبب أنه ما فيش أبه وأم يقوله عيب وحرام وحلال وعبن ومش فاهمين ولادهم المسألة ديت وكل ما يشغل الأب بكل أسف هو أن بنته تاخد شهادة ومعها سلاح زي ما يقولوا بصرف النظر بقى إذا كان هذا التعليم بالسبب بالأسليب الحديثة ديت وبالاختنات الشديد بين البنات وبين الشباب هيقضح في حياتها وفي دينها وفي عفتها وفي مرؤتها ومش مهمة عند الأب المهمة في النهاية إن البنت تاخد شهادة بصرف النظر إيه اللي يحصل لها ودي مسألة خطيرة جدا ربنا عافين عافيكم من ضمن الأسباب أيضا في اللقوع أو من أسباب اللقوع في الحب المحرم عدم غض البصر شوف ربك حبيبك سبحانه وتعالى بيقول إيه كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم هو الأصل الآية إيه كل المؤمنين غضوا من أبصارهم صح كده إنما ليه الآية جاءت كده كل المؤمنين يغضوا صح كده السياق بتعالي شوف ماشي إزاي قال كلمة يغضوا ليه حسن ظن من ربنا بيك يا مسلم إن كأن الآية بتقول كل المؤمنين غضوا أبصاركم يغضوا أبصارهم كأن النتيجة واضحة في الآية هتقوله يغض لابد أنه يغض يبقى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وفي الآية نفسها وكل المؤمنات يغضبنا من أبصارينا ويحفظنا فروجهنا أخوي وحبيب أخت الفاضلة العين مفتاح القلب لو قعدنا نطلق النظر الرجل يطلق يطلق النظر للبنت والبنت تطلق العنان لبصارها في كل رجال اللي حواليها هيخدش دفع حيائها وفي دينها وفي النهاية هيقع المحزور بأن هيحصل عشق وحرام هيحصل حب محرم هيحصل علاقات آثمة وفي النهاية هنندم حيث لا ينفع الندم وإحنا قلنا يا جماعة إن الشاب ليه تقعد تبص الوحدة ما هيش حلال ليك لسه ما هيش زوجتك ولا هي واحدة من محارم بتوعك وتقعد يصير في شهوتك وإنت أصلا منتش عندك قدرة الآن على الزواج ليه عمل زي اللي نفسه يأكل كباب فكل لما يعوز يأكل كباب يمشي قدام محل الكباب ويفضل يشم ويقول مش قادر وتعبان جدا وعنده أزمة نفسية طب إيه طالب أنت ما عاكش فلوس بعد إليه من قدام محل الكباب خليك قدام محل الفول ومتعرف الفول عندنا في مصر فاردعين ربنا يرزقنا إياكم الإخلاص رب العالمين ويبارف فيكم وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيليه ولا تتبعوا خطوات الشيطان وتحضرنا هنا قصة برصيس العابد برصيس العابد رجل من بني إسرائيل كان بيعبد ربنا وكان قمة في العبادة في يوم من الأيام ثلاثة من شباب بني إسرائيل رايحين يجهدوا أو رايحين في سفر طويل وعندهم أختهم هيسيبوه عند مين فقالوا ما فيش حد يؤتمن على أختنا إلا برصيس العابد رحولوا قالوا لو برصيس أنت رجل عابد وعايزين نخلي أختنا عندك وعندك بس الحد ما نرجع لا يمكن أنا ما خليش عندي واحدة أبدا قالوا لدي أنت رجل عابد ولا يمكن تتأثر بهذا وبعدين نعافيك من هذه المسألة هنبني لها بس صومعة جنب الصومعة بتاعتك يدوب بس تطمن عليها وقدي الفلوس حط لها الأكل بس قدام الأوضة أو الغرفة بتاعتها وخلاص قال حضر المهم هما سافروا من هنا وابتدى يحط لها الطعام في منتصف الطريق وهي تخرج تجيب الأكل وترجع الغرفة بتاعتها وخلاص جاء له الشيطان قال له يعني حرم عليك طب ليه كده طب مدى ما تتعبها ما تحط لها الأكل قدام الغرفة فقال طب خلاص فرحبت لها الأكل قدام الغرفة مرة تانية الشيطان قال له طب يعني خبط عليها حتى حسيتها بوانس يعني قعدل وحدها ومسكينة وأهلها مسافرين خبط عليها وكل الشاكة كده قول لها الأكل جاهز وكده وخلاص مرة في مرة حتى ما قال له طب يعني ده أنت رجل عابد أنت ممكن تتأثر بوحدة زديق ده لا يمكن أبدا وخد بالك خش كل معاها والنسها ما فيش مشكلة دخل أكل معاها عيازا بالله نظر إليها فتنى بها وقع عليها فحملت فجال الشيطان قال له طب ده أنت كده هتضيع أهلها قربوا ييجوا هيعرفوا أنها حملت من الزن عيازا بالله هيقتلوك وطيبقى فضحتك بجلاجل زي ما يقولوا يعني فعمل قال له قال له قتلها واخلاص منها قتلها هي والجنين ودفنها لما جم إخوتها التلاتة سألوا فين أختين يا براصيس سأل لهم قد الله ما شاء فعل دي ماتت وأنا دفنتها حزنوا ومشوا خلاص هنعمل إيه جالهم الشيطان هم التلاتة في ليلا واحدة لهم أختكم براصيس العابد زنى بها يا زم بالله وحملت فقط لا هي والجنين ومدفونة في المكان الفلاني وقام هم التلاتة حكوا لبعض الرؤية اللي شافوها ديت وراحوا لنفس المكان اللي حديدوا لهم الشيطان ولقوا فعل الأختهم مأتولة ومدفونة فراحوا جابوا براصيسة وصلبوه فجال الشيطان قال له الوحيد اللي يقدر ينجيك من اللي انت فيه ده أنا قال له ازاي قال له تسجد لي من دون الله قال له طيب أسجد لك فسجد له فقال الشيطان إني أخاف الله رب العالمين فكان عقبتهم أنهم في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين فده من باب قول المولى عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان رقم سبع أخوة وحبيبي من أسباب الوقوع في الحب المحرم وسمحوني أنا بقول بسرعة علشان نلحل يعني إيه نقول الأسباب والعلاج علشان الحلقة القادمة تكون على العقد إن شاء الله من أسباب أيضا الوقوع في الحب المحرم الإعلام الهابط بكل أسف وبكل حزن وحصرة وسمحوني إن الإعلام النهاردة نجد إن أكتر الأفلام والمسلسلات كلها تقريبا متدور حوالين مشاهد جنسية وحب يعني رومانسي وعلاقات ضرمية فوق الخيال بقيت المسألة وفي النهاية بقولك إحنا بنقدم رسالة فنية رسالة فنية وبتولينا في هذا الزمان بعدد من المخرجين اللي يعني سمحوني اللي عندهم يعني الوازع دين عندهم شبه مش موجود خالص كل ما في الأمر عايز نجح فيلم يبقى يركز أكبر قدر من المشاهد الفاضحة في الفيلم وبدأ بعتبر دا إن دا أكبر نجاح ودا أكبر حاجة تدعو الشباب إنهم يخشوا ويشوف الفيلم ويجيب أعلى إيراد بسبب كثرة العاريات في هذه الأفلام ولا حول ولا قوة رب الله فبنقول للقائمين على هذه الأفلام وعلى الإعلام بنقول اتقوا الله وعلموا جميعا أنكم موقفون بين ديلا وسيسألكم عن كل صغيرة وكبيرة ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد وأيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأ ما منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق طمرة رقم 8 من أسباب الوقوع في الحب المحرم تأخر سن الزواج ليه يا جماعة بالأخر سن الزواج واحد يقول وديه عايزة كلامة شيخ محمود طبعا إمكانيات مفيش إمكانيات للشباب أولا جماعة نخلي عندنا يقيم في اللاب وناخد بالأسباب ومش لازم عشان هتجوز مش لازم يبقى البيت أو الشقة بتاعتي على سنجة عشر زي ما بيقولوا ومش لازم يبقى عندي من الإبرة للساروخ إحنا مش أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم النبي اللي كان بينام على وسادة من الليف صلى الله عليه وسلم النبي اللي كان بينام على وسادة يعني حشوها ليف وكان وسادة خاشنة جدا جدا وده مين سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بنقول يكفي يا جماعة أمور بسيطة جدا ما بيقولكش نهم على ليف ما بيقولكش نهم على الأرض لكن بيقول أمور بسيطة جدا ومور في اتنهم بسيطة حاجات بسيطة كده تقدر تبدأ بيها وبعد كده ربنا هيوسع عليك وكبر بيتك وكبر عفشك وزبط حياتك ولكن ابدأ بداية بسيطة وبنقول للأهالي يا جماعة إذا جاءكم أو إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ربنا يباري فيكم يا رب العالمين إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل ربنا هيغنيهم ويكرمهم إن شاء الله ولكن ابدأوا مع الشاب بيصروا لهم إن أعظم النكاح بركة أيصره مؤونة يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وعايز أقول بكل أسف طبعا القوانين الجديدة بتجرم وتحرم إن البنت تتجوز أقل من 18 سنة لكن عايزين نقول اللي بيصدر القوانين دي بنقول يا جماعة الخير ربنا يباري فيكم إيه البنت إذا اكتملت أموستها وكانت ناضجة وتستطيع أن يتقوم بأعباء البيت إيه المانع إنها تتزوج بصرف النظر ما ممكن يكون عندها 30 سنة وغير ناضجة وممكن يكون عندها 16 سنة وناضجة وإنتوا عارفين إن أمينا عائشة رضي الله عنها وارضها تزوجت وعمرها تسع سنوات دي الزواج أمينا عائشة وعندها 9 سنوات ولا يستطيع أحد أن يقتح في هذا الكلام ولا أن يقول إن نبي تزوجها وهي صغيرة في السن وما كانش ينفع الجوزة من قال الكلام ده أمينا عائشة جماعة في هذا الوقت كانت فتاة بالغة عاقلة دينة مكتملة الأنوصة تستطيع أن تحتمى تتحمل أعباء البيت كله بفضل الله لأن أنتم عارفين إن البنت بتبلغ في سن المبكرة في الأماكن الحرة مثل جزيرة العرب أو مثل الأماكن الاستوائية إلى غير ذلك بالإضافة إلى إن بفضل الله سبحانه وتعالى إن أمينا عائشة كان ربنا سبحانه وتعالى كلمها بكمال العقل وخدوا بالكم الحاجة لبعض الناس اللي بيستحن يذكروا أن أمينا عائشة تزوجك في هذا السن يا جماعة الخير لو كانت دية تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش أبو جاهل ولا أبو لهب ولا عقبة ومعيط كانوا فوتوها أبدا ما كانش حد من كفار كوريش فوتوا التهمة ديت على النبي واسبوها كده من غير ما يتكلموا لكن لما كانت ما هيش تهمة هم مسكتوا ما تكلموش فلو كانت تهمة فعلا في حق النبي ولا في حقه أمينا عائشة ولا في حق يا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان المشيكين أول من تكلم عنها لكن الشبهة دي ظهرت من قد دي من حوالي خمسين ستين سنة تكلم عنها تضع البنت بالقول وتعمد إثارة الشباب من حولها إنها تعد رأى في صوتها وتحاول يعني تعمل بقى نفسها يعني إيه في قمة الرئة والأمو سواوى وتعد ترخم في صوتها زيادة عن اللزوم الكلام دي يا جماعة حرام حرام إن البنت تعد رأى في صوتها قوي كده بالمنظر ده أمام الرجال رقائي صوتك قدام زوجك ما بقاش صوتك قمة في الرئة مع الغرب وتيجي عندي جوزك تلاقي نفسك يعني إيه لا يعني تجملي لزوجك تجملي قدام قصيتك قدام أخوك قدام والدك قدام والدتك إخواتك قريبك محرمك ماشي إنما قدام رجال أجانب لا أخلي صوتك يعني مش عايز أقول أجاش لا طبعا لكن عايز أقول يبقى الصوت معقول صوت كده بتكريمي بوقار وباحترام المولى عز جل بيقول لأمهات المؤمنين أطهر نساء العالمين يقول جل وعلا لهم أو لهن فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا ده الكلام درمين يا جماعة لأمهات المؤمنين فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض هو من الله يسمعهم الصحابة الأمة خيرة خلق الله وأفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين ربنا بيقول لأمهات المؤمنين اتكلموا بدون خضوع في القول عشان ما يطمعش اللي في قلبه مرض فإذا كان واحد من الصحابة ممكن يكون في قلبه ظرت مرض فيفتن بسبب هذا الخضوع فما تظن عيازا بالله بإحنا بقى بأحوالنا وأحوال كتير من الناس اللي عايشين في زمان الفتن تخير الصحابة الأمة أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لأمهات المؤمنين ما حدش فيكم يخضع بالقول حتى لا يطمع إنسان في قلبه ولو ظرت مرض ربنا عافينا وعافيكو رب العالمين يجي السؤال المهم يا بقى طبعا تكلمت عن أسباب الوقوع في الحب المحرم طبعا في عجلة سريعة وإلا فكل سبب الأسباب دي عايز درسي كامل لكن علشان يبقى رتم حلقتنا إلى حد ما سريع جدا وعلشان نقدر نستفيد بأكبر قدر من الحياة الأسرية وإن شاء الله نتكلم عن حاجات كثيرة جدا خاصة بالحياة الأسرية وعلاج المشاكل الأسرية وكيفية الزواج الشرعي الحلال وحق الزوج وحق الزوجة وحل المشكلات الزوجية كيف نحل المشكلات الزوجية وإزاي يكون فيه سعادة موجودة في بيوت المسلمين ده اللي إن شاء الله نعرفه من خلال الحلقات القادمة بفضل الله سبحانه وتعالى طيب تعالوا نتكلم في عجالة سريعة عن العلاج انت النهاردة شخصت المرض أوعد سبنا قبل نتقول العلاج طبعا العلاج موجود بفضل الله وسهل ميسور وإنه لسير على من يصله الله عز وجل عليه أول سبب وأعظم سبب من أسباب علاج الوقوع في الحب المحرم الاعتصام بالله يقينا يقينا أخوي وحبيبي يقينا أخت الفاضلة مفيش حاجة في الدنيا نقدر نعملها إلا بأمر الله سبحانه وتعالى إن إحنا يقينا عارفين إن مفيش حاجة في الدنيا يعني تنجينا من الفتن إلا إن إحنا نعتصم بالله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هو القادر إنه يعصننا من الفتن الشاب اللي وقع في فتنة محرمة الشاب اللي وقع في علاقة محرمة يقول له يا رب أنا مليش غيرك يا رب أنا ضعيف أنا ذليل أنا مكسور يا رب أنا تفتنت بفتنة هذه البنت يا رب أنا وقعت في الحب المحرم يا رب نقي قلبي ونظف قلب من حب المحرم واملأ قلبي بحبك يا رب وحب من أحبك وحب كل عمل إن يقربني إلى حبك يا رب يا رب خلي قلبي كله مليان بحبك يا رب تعالوا نكمل العلاج ولكن بعد الفاصل صلى على الحل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم بعض الفاصل أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي تعالوا نرجع ونشوف العلاج إزاي نعالج الحب المحرم من قلوبنا وإزاي نخرج هذا الحب المحرم ونملأ قلوبنا بمحبة ربنا سبحانه وتعالى حقيقة حاجة غريبة جدا اسمعت كلام من شباب كتير جدا بيقولوا بيقولوا إن البنت في الجمعة لو ما كانتش وقعت في أي علاقة حب محرمة بيقولوا دي أكيد مريضة نفسيا تخيروا والله بلا مبلغة بيعتبروا البنت اللي مالهاش بوي فريند واللي مالهاش أي علاقة محرمة مع أي شاب بيعتبروها يعني إنسانة مريضة نفسيا معقدة مش طبيعية وأصبح الحلال هو الحرام وأصبح الحرام هو الحلال ربنا عافينا عافيكم ورب العالمين ويثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى الطاعة عايزين نسبك في زمن الفتن عايز أقول حاجة أنا لقلت أول سبب من أسباب النجاة من الحب المحرم إلى اعتصام بالله عارف ليه لأن أنت لو اعتمدت على قدرتك وعلى نفسك هتضيع عارف عامل زي إيه زي اللي مبتلى بشرب السجار يا رب يتوب على كل مداخن يا رب العالمين اللهم آمين يقول إيه يقول ما تشجلش بالك أنا في أي وقت بفضل لا أقدر أبطلها ما تشجلش بالك وقتا ما عوز بطلها بطلها بمزاجي يجي حاول بطلها يروح يقلل من نسبة السجار بدل بعشرين يبقى 18 يبقى 16 حدا ما يرجع لأول ما يبقى يدوب سجارتين يرجع تاني لقلبة السجار ليه لأنه اعتمد على نفسه إنما لو مسك علبة السجار وكسرها وقال يا رب أنا ترغتها من أجلك يا رب أنت يا رب أعيني على أني مرجعش للسجار أبدا ربنا هي عينك لأن أنت لجأت له وانكسرت بين إيديه عارفين يا جماعة ألز حاجة في الدنيا وأجم الحاجة في الدنيا أن أنت تزلي نفسك لله وأن أنت تنكسر لله كثير من الشباب كان يسألني يقول لي أعمل إيه عشان تكون دعوتي نجحة وعشان ربني وفقني وعشان وعشان أقول له زلي نفسك لله عارف أنا قبل ما أكتب أي كتاب من كتبي نازم أصل ركتين وزلي نفسي وبرغ جبهتي في التراب وقول له يا رب يا رب أعيني يا رب أن الكتاب يبقى توفقني في كل كلمة وكل حرف يا رب اللهم اصنعه على عينك واجعله خالصا لوجهك وانفع بين المسلمين وعود زلي نفسي فربني ووفقنا ألاقي الألم كأنه شغال لوحده كأن الألم بيكتب لوحده هو بقدرة الله سبحانه وتعالى فعشان كده بقول اعتصم بالله سبحانه وتعالى تاني حاجة من أسباب أنه جاء من الحب المحرم الزواج المبكر ونصيحة بقى خدها منك كده بيني وبينك هتتجوز بدري هتخلف بدري هيبقى ولادك صحابك حبيبك شفت ديه هتتجوز متأخر هتخلف وانت كبير القليل يقول لك يا جده مش بداع كورة لقى تبقى جده بجد يعني فهم ازاي عشان كده بقول لك فرحة كبيرة قوية انت تكون مثلا ميجاوزوا عندك عشرين سنة ابنك يوم ما بقى عنده عشرين سنة انت بقى عندك أربعين سنة لسه في عز شبابك بقى فكرك قريب منه بتكلمه هو فهمك وانت فهمه واجده تحتباطك كده صحبك وانت صحبه وسره عندك وسرك عنده حبيبك وروح قلبك تمشي معاه تحسل بفرحة كبيرة قوية انت لك صاحب بتحب وبتخلص له وهو بيحبك وبيخلص لك لان ما فيش حد أخلص لك ومن بعض ربنا يبال فيك رب العينين رقم ثلاثة من أسباب النجام من الحب المحرم وحيث انت زارت صلاة لك بعد عشر دقائق ان شاء الله غض بصر والبعد على اختلاط اخذوا لحبيبي غض بصرك ربنا يكلمك ويحفظ لك نور عينيك نور عينيك اللي هو أجمل حاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن ذهاب نور العينين قال كما عند البخاري من أخذته حبيبتي سمى الأنين دولت حبيبتي لأن من خلال الأنين بتحب الدنيا وبتحب متاع الدنيا وظهرة الدنيا من أخذت حبيبتي فصبر واحتسب أوطته منهما الجنة حافظ على نعمة البصر اللي نعمة ما فيش بعدها نعمة حافظ على نعمة البصر ان ممكن ربنا قادر ربنا زي ما انت عملت بص على النساء قادر ربنا يأخذ أينك ربنا عفيك رب العالمين ساعتها تقول يا رب رجع على أناية ومش هبص على الرجالة حتى مش على السبتاد أو على النساء بس مش هبص على أي حد خالص فقادر النعمة موجودة حافظ على النعمة ربنا يا باري فيك رب العالمين رقم خمسة أو رقم أربعة من دمنا أسباب النجاة من فتنة الحب المحرم الاكثار من الصيام مش قادر تجوز صوم على قد ما تقدر حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يكونوا كما عند البخاري ومسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلي يتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية من الوقوع في الإشياء المحرمة فإنه له وجاء رقم خمسة العب رياضة على قد ما تقدر انت لسه شباب بس ما تنعبش رياضة محرمة يعني ما ترحش للعب ملاكمة الملاكمة دي لعب محرمة لأن النبي نهى عن ضرب الوجه والملاكمة كلها ضرب في الوش ربنا عافينا عافيكو يا رب العالمين إلعب رياضة على قد ما تقدر إلعب رياضة وجل واتنطط كله في الحلال ويبعد عن أي حاجة محرمة ما تبقاش ماشي بميو وعريان قدام النساء أو واحد ألف سميو قدام الرجال وبلعب رياضة لا نلعب رياضة محترمة رياضة يكون النساء لوحدهم والرجال لوحدهم ويكون رياضة حلال ما تكونش فيها حاجة محرمة ولا فيها مخالفة لأمر الشرع ولا تلهن الرياضة عن عبادة الله سبحانه وتعالى إلعب رياضة الرياضة بتصرف الشهوة وبتقوّل جسم وتقوّل زاكرة وتقوّل مناعة وتخلي صحيتك ما شاء الله وتخلي فضل الله سبحانه وتعالى عندك أخلاق عالية جدا لأن تحسن ما شاء الله عندك صحة وزي ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم رقم 6 أخوه وحبيبي اشغل نفسك بهم وقضية وادعو إلى الله بيباش همك كله في البنت وقابلها ازاي وتعرف عليها ازاي ونخرج نروح فين ونفكر في ايه ونتفسح فين هي دي أفكار هي دي همومة يا جماعة خلي همك خدمة دين الله خدمة وطنك خدمة أسرتك خدمة نفسك خلي همك عالي ما شاء الله وهمتك عالية خلي همك كله قضيتك كلها إزاي إن أنا أفكر أخدم دين ربنا سبحانه وتعالى إزاي أفكر في هداية جيراني وأهلي وحبيبي إزاي أفكر في هداية أصحابي إزاي أفكر في إن أنا ربنا يجعلني سبب في خدمة وطني حبيبي هو حب الوطن حراب حب الوطن يا جماعة يعني سبحانه الله ده يعني ما قدرش أقول أبدا أنه يعني يعني حاجة بعيدة عن الدين بالعبسة هي من أصل ومن لب الدين حبيبك صلى الله عليه وسلم يوم أن ترد من مكة بكة وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قام يأخرجوني منك ما خرجت كلمة أخيرة حبيبي وأهلي وناسي كلمة أخيرة عايز أقولها لكل شاب لكل بنت وقعت في علاقة محرمة ولكل شاب وقع في علاقة حب محرمة عايز أقول يا ترى فكرت في يوم الأيام أنت هتقبلوا النبي على الحوض هتقول له إيه هتقول له إيه لما تقبل النبي وقل لك أنا منعتك عن الحب المحرم وقلت لك روح اتجوز وقلت يا معشر الشباب من استطاع منكم الباقة فليتزوج وربنا نهاك عن اتخاذ الأخدان والخدن والعشيقة وعلاقات المحرمة ديت فليه وقعت في الحب المحرم هتقول إيه للنبي هتقول إيه قبل النبي هتقول إيه لله لما تقف بين إيديه ويسألك حبيت وقعت في الحب المحرم ليه رغم أن أنا قلت لك عايز تتجوز الحلال قدامك وعمل اللي أنت عايز وعيش الحلال وعيش الحب في الحلال وحب زوجتك وعيش معها أجمع القصة حب في الدنيا ولكن في الحلال ليه سبت الحلال وقعت في الحرام هتتسئل قدام ربنا سبحانه وتعالى يعني عايزك تتخاهل اللحظة اللي أنت وكلنا كلنا هنخرج من الدنيا ديت يا أيها الإنسان وإنك كادح إلى ربك كتحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى كل من عليها فان وابق ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى أخوي وحبيه تخيل اللحظة اللي هتنزل فيها قبرك وتخيل اللحظة اللي هتنزل فيها قبرك الشاب اللي وقع في حبك بقاله ست سنين وسبع سنين لا يمكن يرضى ينزل معك قبرك ربع ساعة يقعد معك يونسك ليه لأنه خناص ما يقدرش ييجي معك للمكان دو اتفكر لما تنزل القبر بالعمل الصالح اللي ينور قبرك بفضل الله سبحانه وتعالى بدل ما تنزل بالحب والعشق المحرم وتتسئل أمام الله سبحانه وتعالى وتلاقي القبر بدل ما هو منور بنول العمل الصالح وبالتسبيح والصلاة والذكر والصلاة على النبي تلاقي القبر مظلم بسبب العلاقات المحرمة والعشق المحرم والزواج العرفي والخيانات ربنا عافينا عافيكو رب العالمين عايشكو تتخيلوا لحظة الوقوف من ايدين ربنا لما يسألنا ووضع الكتاب فطرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظم ربك أحدا عايشكو تتخيلوا لحظة وقفكم في الميزان انتم وأعملكم الإنسان هيتوزن وعملوا هيتوزن والصحف هيتوزن لما نقف الميزان وقلوبنا مليان حب لله الميزان تئيل ولما يكون قلوبنا مليانة بحب محرم الليزان هيخف وهيتقى الميزان حسنتنا ربنا عافينا عافيكم عايزين نتخيل الصراط اللي هو أدق من شعره وأحد من السيف وتحتيه در جهنم ربنا عافينا عافيكم اللي عاش على الحب الحلال واللي عاش بيحب ربنا وبيحب نبينا وبيحب زوجته وام وأبو بيحب كل حب حلال هيعد بسرعة واللي عاش على الحب المحرم الحب المحرم هيشد ويوقعوا ربنا عافينا عافيكم عايزين نتخيل ان في النهاية في جنة وفي نار وان المستقر في النهاية اما في الجنة اما في النار يا شباب الحقوا توبوا لان في شباب كان نفسهم يتوبوا لكن ماتوا قبل ما يتوبوا والله أسعد لحظة في عمركم يوم ربنا يكنكم متوبوا شوف سيدنا النبي عليه السلام قال ايه لكعب ابن مالك قال يا كعب ابن مالك أبشر بخير يوم مرة عليك منذ ولدتك أمك أفضل يوم مرة عليك يا كعب ومنذ أن ولدتك أمك لحد هذه اللحظة يوم ربنا أنزل التوبة بتاعتك انت والتنين اللي معاك ثم تاب عليهم ليتوبوا واغمد كله بقول لكل اللي وقف الحب المحرم سواء كان بنت أو ولد لا تقنطوا ولا تيأسوا من رحمة الله توبوا دلوقتي جددوا البيع مع رسول الله ابدأوا صفحة جديدة ربنا هيكرمكم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور الرحيم ذي كانت يعني نبذة يسيرة كده عن أسباب الوقوف الحب المحرم وكافية النجاة معانا الأخت أسماء من مصر سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا أنا من الكهرب يا أهلا بحضراتك أختي أسماء عمد إيه يا سفاحمود ربنا يا عز حضرتك ويبارف فيك طب الاتصال القطع طب نقرأ يعني برسالة الجروب بجروب الفيسبوك يعني في هدايا ليلة 31 الليلة رقم 31 الليلة دي يعني الأخت ذكرى عبد القادر من فلسطين بتقول لبست الخمار بفضل الله ثم دعائكم ربنا بارفيك أخت ذكرى الأخت أم ريان قالت هديتي لرسول صلى الله عليه وسلم هي القيام لصلاة الفجر والموظمة عليها حامل لواء النهضة بيقول هديتي للنبي الحفاظ على صلاة الفجر ومحاولة نصرة الإسلام ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخ حسام خالد قال له هديتي المحافظة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأخت بشرة من المغرب قالت هديتي الحفاظ على صلاة الفجر والالتزام بالحجاب أخت مسلمة تائبة كتبك كده يعني بتقول هديتي لنبع السلام سأدوم على قراءة جزء من القرآن يوميا وسأأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الأخت رهام قالت جعلت لي ورد يومي من القرآن والمدومة على الذكر والصلاة على النبي وإفشار السلام الأخت مسعودة قالت أدعو دائما أدعو الله دائما أن يملأ قلبي بحبه سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم الأخت أم أسامة قالت هديتي للنبي أن نربي ابنائي تربية إسلامية صحيحة طب معنا التلفون الأخت غزار من إيطاليا السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام وراءي أنا بسارة أجعلكم في إذنه مش كتير لكن أختي هي لديك لأيكم من مدد يد بربك جميلة كتا بتملع فاسقة لازم تشوفيها ربني بك فيك بس أنا قلبي دلوقت بيدقك لأن بجأت أدبرك لها وحبها ربني كتير لأنه مستويا مش يعني لايق لأن بشتغل في زي ما في مشروبات الحرام وبشتغل في أشباء يعني شوية حساسة حساسة طيب نأخذ بالأزماب يا أختي غزال ربني يبارد فيك يا رب العالمين ونحاول نترك العمل دوت لله سبحانه تعالى ونبحث إن شاء الله عن عمل حلال بدل من نقدم مشروبات محرمة ويعني إن شاء الله وبما إن اسم حضرتك غزال فإن شاء الله تسرعي إلى التوبة إن شاء الله ربني يبارد فيك وما فيش أسرع من الغزال فنتمنى تكون السرعة دية إن شاء الله في التوبة إن شاء الله ربني يبارد فيك يا أختي الفضلة اللي أختي أسماء تاني واحدة تاني طيب السلام عليكم أيوة السلام عليكم أيوة السلام عليكم عليكم السلام وتركاته زي حضرتك يا أهلا وسهلا بحضرتك بقول لحضرتك أنا جزء عنده 65 سنة ربني يدي الصحة يا رب ربنا يخليك بس للأسف مدمن وبيشرب كل حاجة وماشي في الحرام لحد هذا السن ومتداي مني جدا وبيتعمل معي بألفاظ مشكلة ويساو سب وشتيمة وسب الدين وكل حاجة فأنا طلقني مرتين ودالت مرة بيقول لعلاي طلق ما هلمسك ولا هجي ناحيتك أنا مش عارف أعمل إيه وفي نفس الوقت مش عايزة نقش معها بس الظروف ما تسمحش أن أنا أقرب ربني يحفظك يا أختي يا أسماء طيب يعني أنا عايز حضرتك بس للأول حاول تذكري بالله حاولت خليه يشوف حاولت بكل الطرق بأهلي وأهله وعملت كل اللي ربنا قدرنا عليه ورستي عملت له الأمرة أو خرجت معيش عملت له الأمرة عشان يمشي تائل لها برضو ما كيش فايدة عموما يعني ربنا سبحانه وتعالى برضو ما كيش فايدة بنتين اتنين وبنت عروسة ماتت ما حزينيش عليها ومشي في الحرام برضو لا حاول أخت الله ربنا يعفونا ربنا أنا مش عارفة أصرفي ازاي طيب السؤال واضح ربنا برا فيك يعني حاول على قد ما تدري ربنا بيقول وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها حاول بقدر إمكان أختي يا أسماء حاول أن انت تدعيه حاول تخلي حد يكون قريب منه ويذكره بالله لعله عاسه تكون دي السبب هدايته لأن هدايته هتنفعك هتنفعك وهتعود عليك بالخير وعلى أولادك ربنا يحفظك طيب في عجالة سريعة كده قبل ما يخلص الوقت نشوف بقية الهدايا أخت أمو سامة قالت هديتي لأنها بعسام وربي أبناء التربية إسلامية صحيحة الأخ محمد بشبوك من المغرب هديتي هي الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بر أمه وأبي الأخ ميدو صالح قال هديتي الالتزامي بأدايا الصلاة في أوقاتها الأخ مجد قالت قراءة سورة السجدة والملك كل ليلة طيب الأخ مصطفى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بعد إذن حضرتك كان عندي مشكلة يمكن هي مالهاش علاقة موضوع الحلقة الخالص بالصلاة مهم جدا أنا مطرب ملاحن موجود في شركة إمه شركة إنتاج والحمد لله رب العالمين ربنا كرمني بقى لي فترة وبصلي في الجامع وموظب على الصلاة وقراءة القرآن الحمد لله ربنا تقبل يا رب بس عايز عرف ايه حكم الغنى بالزبط والمزيكة هل لو انا قدمت كلام كويس مش كلام مسفة او الى اخر وهل ده حلال او مش حلال ربنا يبقى فيك ويريد لو يبقى فيه ان انا قدر اسيب الموضوع وقدر اعمل حاجات دينية ويبقى اي حكمها ربنا كلمك بس مصطفى ويحفظك وينفع بصوتك الجميل عايزين نقول ان الصوت ده نعم من عند ربنا سبحانه تعالى لكن النعمة دي لابد نحن نصنها ونستعملها في حاجة ترضى ربنا سبحانه تعالى اكيد حضرتك سماعت كتير عن المطربين تابوا ورجوع ربنا سبحانه تعالى هم تابوا من حاجة هي محرمة فربنا بير فيك لو قدر تتقدم حاجة دينية كده محترمة زي اللي بتتقدم على قناة اقرأ زي اللي بتقدم على قناة كتيرة من القناة الدينية تقدر تقدم حاجة ان شاء الله فيها يعني من غير مزيكة وحاجات كده كلام هادف جميل فهيبقى شيء جميل ربنا بير فيكو الوقت معكو بيجري بسرعة وربنا بير فيكو حقيقة توحشوني جدا والله بتمنى كل يوم يبقى يوم الثلاث ربنا يجمعنا عليكم على الخير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى لي وصحبه وسلم نلتقل الحلقة القادمة مع العقد ان شاء الله بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهد ان شاء الله بحبكم فيها الشفاء ويا ما بيوت كخيط عن كبوت بتنهر وتغاء في بحر السكوت بيوت من ازاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى